طيب والله يا اشرف يعني احنا مبسوطين او باللي انت بتقوله ده طب ايه يعني لازمة الناس الكتير او اللي جاي يا شرم الشيخ دي يا اخي طب هو ايه لازمته يعني ايه همية التجمع الرهيب ده يا اخي طب هي لازمتها المصاريف الكتير اللي حتصرفها جمهورية مصر العربية مليارات الجنيهات يعم في هذا المؤتمر طب انا هستفاد ايه يا مواطن يا مصري من هذا المؤتمر كتير من الاسئلة ممكن اي حد يفكر فيها بشكل عام اول حاجة ليه الناس دي جاية الناس دي جاية عشان بلدك قوية عشان بلدك حضرتك في هذا الاتجاه وهو مشكلة ومواجهة التغير المناخي فهي اثبتت وجودها بكثير من المشاريع الخضراء اللي تعتمد على عدم التلوس البيئة الناس دي ليه جاية عندك لانك انت واحد بتمثل القارة الافريقية يا مواطن يا مصري الناس دي كلها جاية ليه وبتتكلم من كل دول العالم عن شرم الشيخ وشرم الشيخ والمؤتمر الخاص بالمناخ وجمهورية مصر العربية عشان في يوم من الايام مواطن مصري قال وحتبقى قد الدنيا فخامت الرئيس عفتاح السيسي شوية شوية وانا بحكي دلوقتي هتفهم اهمية اللي بيحصل ده ايه اقتصاديا سياسيا سياحيا دبلوماسيا مائيا كل حال كل حال فهذا المؤتمر زي ما انا قلت من شوية اهميته حضرتك والناس دي كلها مجتمعين اللي هو في القرى الارضية كلها كل دول العالم بقولك مية سبعة وتسعين مية تمانية وتسعين دولة حضرتك جاية النهاردة تتكلم في شرم الشيخ من ستة لتمنتاشا نوفمبر عشان بكل بساطة ممكن البشرية تبقى مفيش بشرية على القرى الارضية بسبب هذا التغير المناخ تردن بقى ايه اهم ايه يعني الناس اللي جاية تعدنا دي يعني بتعمل ايه يعني ببساطها لكل مواطني ومشاهدي قناة ماي اللايف طيب حيقولك يعني يعني شمعنا يعني اهمية الحدث ده ايه حضرتك يعني زي ما انا قلت من شوية اهمية الحدث ده حضرتك انك انت لو بتتابع الاخبار في جميع انحاء العالم هتعرف انه في كمية غير طبيعية في كثير من دول العالم انا جيت مرة حلقة هنا وعدت اقول لكم انا من اول ما اه 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 تكرر انه جمهورية مصر العربية هي اللي هتنظم مؤتمر المونية من سنة وانا عمل اجمع كل الكوارث الطبيعية اللي بتحصل في العالم كثير من دول العالم اللي فيها حرائق بتنهي الغابات الغابات اللي هي عبارة عن الرئة للبشرية في الكرة الارضية اللي بتطلع عليها الاكسجين كثير من الفيضانات والكوارث الخاصة بالفيضانات كثير من حضرتك ارتفاع منصوب بحر ومنصوب البحيطات اللي بتغطي كثير من مدن كثير من الكوارث الطبيعية اكيد احنا شفناها يعني وفي الاخر في ملايين من الناس بتموت يعني في الاخر خالص هي في ملايين من الناس بتموت شعوب العالم بتتكلم وبتنادي كل الدول العظمة كل الدول العظمة اللي عندها سلاح نووي واللي هي عملة حرب بعض دلوقتي وفيه عناد غير طبيعي واللي هو ممكن بكل بساطة بكابسة ذر خطأ تنهي العالم بسبب الحروب النووية او يعني السلاح النووي هي نفس هذه الدول حضرتك اللي للأسف الشديد بتلوث القرى الأرضية ومشاكل التغير المناخي بالانبعاسات ثاني اكسيد الكربون هو ثاني اكسيد الكربون ده بيطلع منين يا أشرف بيطلع من الوقود الإحفوري يعني ايه وقود إحفوري يا أشرف يعني حضرتك الوقود اللي هو بالالفحم او النفط بمجتمالاته بقى بنزين سولار حاجات اللي هي بتلوث كل البيئة دي ها وبعد الغازات بسبب الوقود الإحفوري ده حرق حقود الإحفوري لأنه هم المصنعين هم أكبر دول العالم اللي عندها نووي وعندها سلاح وعزمة بلاد عزمة وعندها صناعة هي دي نفس الدول اللي بتسبب هذا التغير المناخي اللي ممكن يودينا في ستين ده طيب بكل بساطة شديدة هذا الوقود الإحفوري وعدد كبير من العوامل الأخرى زي الغابات اللي عمالت تتحرق وا 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 بيطلع حضرتك ساني أكسيد الكربون للغلاف الجوي اللي حوالين الكرة الأرضية هذا الغلاف الجوي اللي محام بألبساني أكسيد الكربون بكل بساطة شديدة كده تخلي تخلي درجة حرارة الأرض ترتفع ومنها إلى كوارث ومنها إلى كوارث احنا باش منتكلم بهزار يعني قدامك تلاتين خمسين سنة كده لو الدول العالم دي يعني ما احترمتش نفسها في أن هي تقف أمام المشكلة الخاصة بتغير المناخ البشرية هتبقى ما فيش حياة على القرى الأرضية طيب يعني هو يعني يا جماعة يعني هذه المصاريف الكتيرة اللي مصر ممكن تصرفها يعني مليارات الجنيهات اللي ممكن تصرف في هذا المؤتمر مصر ما بتصرفش ولا مليم حضرتك في هذا المؤتمر العالمي لأنه اللي بيصرف عليها الأمم المتحدة رده بس على الناس اللي بتاكل دماغ الناس باسم الدين وباسم المعرفش إيه وباسم المعرفش إيه طيب طيب يعني هو يعني مصر حتستفديها هي مصر بلدك حضرتك ما بتسببش أي تلوث يعني اللي بتسببه تلوث لا يذكر مقارنة بجميع دول العالم اللي هي المتقدمة اللي بتصنع ومع ذلك جمهورية مصر العربية حضرتك في هذا المؤتمر اللي هيفتتع فخامة السيد رئيسة فتاح السيسيو وكثير من رؤساء وملوك دول العالم حضرتك واللي كل الدول العالم حتبص عليه في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية حضرتك عملت إنجاز كبير جدا 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 في مجال التحول للحياة الخضرة الحياة الخضرة اللي هي ايه؟ رمز الخضر ده اللي هو صديق للبيئة فحضرتك في مدن كدير التلاتين مدينة الجديدة اللي اتعملت في جمهورية مصر العربية في خلال التمن سنوات والعاصمة الإدراجية الديرة والعالمين والحاجات دي كلها هي مدن زكية وصديقة للبيئة هذا الكم في استخراج الطاقة أو إنتاج الطاقة القهربائية في إنك أنت تستخدم أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم في جمهورية مصر العربية اللي حضرتك في مدينة بنباند في جمهورية مصر العربية المزارع الخاصة بتوليد الطاقة القهربائية من الرياح هذا التحول في إنك أنت يبقى عندك في وسائل مواصلات صديقة للبيئة أيضاً ما تبقاش فيها سولار وما يبقاش فيها بنزين وما يبقاش فيها التحول للقهرباء اللي حضرتك شايفينها ومش مقدرينها بعد الأحيان فأنت مصر حضرتك بتقدم نفسها في هذا المؤتمر غير إن هي بتنظم هذا المؤتمر وقد ترخيرها طبعاً وربنا يوفق الجميع يعني في جمهورية مصر العربية فغير إنك أنت بتنظم وغير إنك أنت هذا الاحتفال وغير البروباجندا في العالم كله عن مصر وشارم الشيخ فأنت حضرتك ممكن تقول لكل دول العالم تعالوا استثمروا في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر اللي بينتج من الطاقة الشمسية ومن الطاقة الرياح وبالفعل أنا قريت النهاردة والنبارح إن ألمانيا جاية حضرتك وحديتكلم عن مشاريع خاصة بهذا الموضوع أكيد إحنا كلنا عارفين في مشكلة الطاقة هناك في الاتحاد الأوروبي حلف الناتو وروسيا فاكرين روسيا اللي ما بتبعادش الغاز دلوقتي والناس هتبقى سقعانة طول الشتاء ومش تلاقي تدفئة فالناس دي كلها حضرتك هذه الدول بتدور على مصادر أخرى للطاقة وما أجمل إنك إنت تيجي مصر وتستثمر في مجال الطاقة النظيفة اللي هو كل دول العالم متجهة إلى هذا الاتجاه فمصر حضرتك أو بلدك يا مصري ويا مصرية بتقدم نفسها في هذا المؤتمر تعالوا شوفوا مصر عملت إيه وتعالوا تفضلوا استثمروا معنا زي ما بنصدر لهم دلوقتي غاز طبيعي زي ما إحنا حضرتك فيه شبكات ربط كهربائية ما بيننا وبينهم غير بقى حضرتك مشكلة أنت مش واخد بالك منها زي ما أنا قلت من شوية هي مشكلة طبعا ارتفاع منسوب البحار والمحيطات فأنت بعد تلاتين سنة تقريبا كده أحفادك ها مش هيبقى عندهم حاجة اسمها اسكندرية إيه رأيك تحب تعمل كده تحب أن اسكندرية مدينة اسكندرية دي محافظة اسكندرية تكون كلها كتحت الميا إحنا مش بنبالغ إحنا كن الكلام ده بنتفرج عليه في الأفلام الأمريكاني الخيالية والعلمية وبتحقق إحنا مش بنبالغ حضرتك إحنا مش بنهزر بالإضافة أن كل دول العالم والعلماء بيتكلموا أن مصر واحدة من أكتر دول العالم سرعة في ارتفاع درجة الحرارة ده معناه إيه حضرتك أنت مش شايف وسمعت أنه فيه كثير من الأنهار في العالم وخاصة في أوروبا جفت حضرتك مش عارف أو لو عارف أو مش عارف إحنا مصر واحدة من أكتر دول العالم فقرا مائيا ونصيب الفرد فيها للماء ضعيف جدا تحت خط الفقر ده إحنا أساسا عندنا فقر مائي ده إحنا عندنا أساسا متقاعدين على أربعة وخمسة في المية من مساحتنا وكمان يجي لنا جفاف وارتفاع درجة حرارة ونلاقي نفسنا مش عارفين نزرع وكمان مش عارفين نأكل نفسنا وممكن أنهار تجف ففهمنا ليه هذا المؤتمر هام للعالم كله والجمهورية نصر العربية فحضرتك هذا المؤتمر هو اسمه بقى العلمي يعني واسمه الصحيح يعني هو مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير مناخ كوب 27 ده الاسم العلمي الصحيح لهذا المؤتمر اللي إن شاء الله هينطلق بكرة بإذن الله تعالى بإذن الله